اعلنت الادارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 غلق باب تقديم طلبات الادراج والاعتراض بشأن قوائم المترشحين لدى اللجان الاشرافية على سلامة الانتخاب نعم وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم امس ووفقا للقانون فانه يحق لصاحب الشان الطعن على قرار اللجنة الاشرافية المختصة بشأن طلبات الادراج والاعتراض اذا صدر بالرفض الصريح او الضمني خلال موعدنا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدوره امام محكمة الاستئناف العليا المدنية وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ اقامة الدعوة بحكم نهائيا غير قابل للطعن وفي حال قام احد المترشحين بالاعتراض على مرشح اخر وقامت اللجنة الاشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المترشحين فيجوز لصاحب الشان الطعن على قرار اللجنة امام محكمة الاستناف العليا المدنية في موعدنا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة بعد اللجنة ما تبت في الطلبات اللي ما يرتضي او ما يقبل بقرار اللجنة لحق لحقنا يتقدم جدام المحكمة الاستنافية العليا المدنية بطلب الطعن في موعد ثلاثة ايام من تاريخ ورودة رد اللجنة المحكمة لها سبعة ايام عساس تبت في هذه الطعون ومن ثم رح يستتبع ذلك ان تكون القوائم نهائية وراح تنشر طبعا في الوسائل النشر المحلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر